اشتركوا في القناة الهدف الثاني توظيف زوايا الارتفاع والانخفاض والنسب المثلثية في مسائل حياتية نبدأ مع بعض نشوف هذه الفقرة عند تنفيذ الركلات الحرة المباشرة في مباريات كرة القدم يرك اللاعبون الكرة بقوة وبزاوية ارتفاع مناسبة بحيث تمر اسفل العارضة تدخل المرمة وتتغير هذه الزاوية بناء على بعد المكان الذي تضرب منه الكرة عن المرمة طبعا هذه هي من مسائل الحياة نشوف اشلون انا بوظف درس اليوم في مثل هذه المسائل نشوف مع بعض الجزء للحين عن الزوايا الارتفاع والانخفاض باي بقول شنو يعني زوايا الارتفاع والانخفاض نشوف العارض مع بعض نتخيل ان في شخص واقف عند النقطة ايه وهذه ايه هي النقطة ايه بعدين باي اقول لو نظر الشخص الى الامام مثلا الى شخص اخر واقفا عند النقطة بي وهذه هي النقطة بي اللي قاعد يشوفها الشخص ايه بعدين باي اقول فان الشعاع اي بي يسمى مستوى النظر الشعاع اللي عندي اللي انا واقفة عند النقطة ايه وامامي شخص واقف عند النقطة بي بيطلع شعاع عندي اسمي الشعاع اي بي اسمي هذه الشعاع مستوى النظر هذه ايه هو الشعاع اني الحين مع بعض نقول لو ذيك الشخص رأى الى اعلى وتشاهد طائرة في الجو عند النقطة سي فمثلا انا بحط هذه النقطة واقول ان هي الطائرة ايه هي النقطة سي فبارسم هني شعاع ثاني بتنتج عندي زاوية الى اعلى اعلى مستوى النظر وبقول ان هي اكس هذه الزاوية اللي انتجت عندي من مستوى النظر مع انا لما طالع الطائرة اسميها زاوية ارتفاع هذه ايه هي الزاوية ورمزت لها بالرامز اكس اهني اسميها زاوية ارتفاع لان انا بطالع الى اعلى اني نكمل مع بعض نقول لو نفس الشخص نظر الى اسفل ورأى ارنب مثلا فبارمز الى هذه النقطة بالرامز دي عند الارنب باي احاط شعاع ثاني اسفل مستوى النظر وبتطلع عندي زاوية ثانية الزاوية هني بسميها الزاوية واي هني بسمي هذه الزاوية زاوية الانخفاض فمع بعض نشوف انه لما انا ارسم او اشاهد اي جزء الى اعلى او اي شكل الى اعلى بتنتج عندي زاوية اسمها زاوية الارتفاع من مستوى النظر ولما اشاهد اي شخص او اي شيء في الاسفل فبتنتج عندي زاوية اسمها زاوية الانخفاض خل نشوف مع بعض بعض الاشياء اللي لازم انا اتذكرها عشان احل هذه التمارين نشوف النسبة المثلثية الاساسية طبعا في الدرس السابق احنا خذين النسبة المثلثية دائما المثلث يكون مثلث قائم عندي ثلاث زاوية a و b و c باقول ان c هنا هذه الزاوية وبعدين باقول عندي ظل بسمي المقابل للزاوية c و عندي ظل اللي هو المجاور للزاوية c و عندي اللي هو الوتر و دائما الوتر وهو الظل المقابل للزاوية القائمة اني انت ذكر مع بعض النسبة المثلثية فباقي حق اول نسبة اللي هي جيب الزاوية ثيتا اللي هي الزاوية c رمزنا لها بالرمز ثيتا فالجيب عندي هو عبارة عن ساين ثيتا تساوي خذناه من قبل تعريفه والمقابل على الوتر نروح حق المقابل والوتر و شفناهم على المثلث القائم نشوف النسبة الثانية هي عبارة عن جيب التمام وهي كوساين ثيتا هي عبارة عن المجاور على الوتر و اخر واحدة اللي هي ظل الزاوية ثيتا اللي هي عبارة عن تان ثيتا هي عبارة عن المقابل على المجاور وبذي الشكل احنا تذكرنا النسب المثلثين اللي خذناها في الدرس السابق اني نكمل مع بعض و نشوف المثال الاول من نقطة على سطح الارض تبعد اربعين متر عن قمة مبنى اي ارسم و اقول ان عندي قمة مبنى و عندي نقطة تبعد اربعين متر بعدين قاسة شخص زاوية ترتفع قمة المبنى فوجدها 28 درجة فانا واشي حطيت الاربعين اللي انا في البداية قلت انها تبعد عن قمة المبنى وبعدين حطيت اللي هي الزاوية و قبل لاحط الزاوية اتذكرنا هذي هو مستوى النظر اللي عندي فبحط الزاوية هني 28 درجة يقول لي اوجد ارتفاع المبنى فعندي هذي هو المبنى اللي عندي فاقول هذي ارتفاع المبنى الحين كل المعلومات اللي خذيتها حق ارسم المثلث حطيت المثلث و قلت هاي مثلث قائم و بديت احط اللي هو الـ A والـ B والـ C و ارمت حق ارتفاع المبنى بالرامز H حين اخذ هذي الزاوية اللي عندي الزاوية 28 اشوف المعلومات اللي عندي شنه هي بالنسبة لهذه الزاوية بشوف ان الارتفاع هو المقابل والـ 40 اللي هو يبعد عن سطح الـ R هي عبارة عن الـ Water لانه يقابل الزاوية القائمة زين من هي النسبة المثلثية المناصبة عندي بلاقي مقابل ووتر فهو عندي اللي هو الساين فبقول ساين السي تساوي المقابل على الوتر ايعوض تعويض مباشر عن السي اللي هي الزاوية 28 درجة يساوي المقابل طبعا اهو الشيء المجهول فبحاط H على الوتر اللي هو الـ 40 الحين بأسوي الطرفين في وسطين فبقول H في اللي هو واحد ليش واحد؟ قلنا اي شيء في المقام اهني المقام بواحد صح؟ اذا اي شيء عندي ما للمقام فمقامة واحد فH في واحد يعطيني بعدين 40 في ساين 28 درجة حين ادخل في الالة الحاسبة فيطلع الناتج عندي تقريبا 19 لانه وقال لقرب لأقرب متر معناته لأقرب عدد صحيح حقيقي فبقول ارتفاع المبنى هو 19 متر وانا قلت متر لان وحدة القياس المستخدمة في التمرين هي المتر ننتقل الى تمرين اخر رصد سليمان من قمة برج المراقبة الجوية بمطار البحرين الدولي من حافلة تقله فكانت زاوية ارتفاعه 48 درجة اذا كان ارتفاع البرج 50 متر فكم تبعد الحافلة عن البرج مقربا الناتج الى اقرب منزلة عشرية اعطيكم الوقت الكافي عشان تحلون هذه التمرين ترجمة نانسي قنقر 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 40 متر لانه قال لي الى اقرب منزلة عشرية فلما قربنا طلعنا هو يطلع لنا بذي الشكل فتبعد الحافلة عن البرج 45 متر وبذي الشكل انتهيت من التمرين اللي عندي وانتقل الى تمرين اخر يبعد رجل عن قاعدة برج مسافة قدرها 70 متر فاذا كان ارتفاع البرج 100 متر فاوجد قياس زاوية ارتفاع قمة البرج الى اقرب درجة نفس الشيء اعطيكم دقيقة ونشوف بعدين الاجابة اشتركوا في القناة نرجع الى المثال اللي عندنا ونشوف الاجابة يبعد رجل عن قاعدة برج مسافة 70 متر فهنا بنحط البعد 70 بعدين باي اقول ارتفاع البرج 100 فحطينا الارتفاع 100 فاوجد قياس الزاوية فهني المجهول اللي هو الزاوية اللي عندي باعتبر اللي هو هني البعد وهو مستوى النظر فباقول هاي زاوية الارتفاع وباحدد النقاط اللي عندي A و B و C الحين باعتوف الزاوية اللي عندي شنو اهمى السبعين والمئة بالنسبة لها فبلاقي انه عندي المقابل والمجاور تاني السي ليش اختاريتها لانه هي النسبة المثلثية اللي فيها اللي هو المجاور على المقابل على المجاور اي اعوض تعويض مباشر فبعوض عن المقابل بمئة والمجاور بسبعين اي اقول مدام انا ابي زاوية فانا عارف من الدروس السابقة لما اوجد الزاوية استخدم معكوس النسب المثلثية فباخذ معكوس التان تساوي مئة على سبعين اذا قياس الزاوية سي يساوي معكوس النسبة المثلثية اللي هي تان اللي هي مئة على سبعين فيطلع الناتج اللي عندي يساوي خمسة وثلاثين درجة وقلنا خمسة وثلاثين درجة لانه قال لي الى اقرب درجة وبذي الشكل انتهيت من هذي التمرين او هذي المثال ننتقل مع بعض الى التمرين اخرى اعطيكم الوقت الكافي عشان انحل هذي التمرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرجع مرة ثانية إلى التمرين اللي عندنا ونشوف الإجابة فبعد ما رسمنا وحطينا كل المعلومات وستخدمنا نسبة المثلثية المناسبة ولأن زاوية استخدمنا شفت التان تطلع الإجابة اللي عندنا 53 درجة تقريبا ننتقل إلى الجزء اللي بعده نشوف المثال اللي عندنا تسلقت قطة شجرة ورصدت مريم زاوية ارتفاعها فكانت 40 درجة وكان مستوى عينيها على ارتفاع 5 فيت عن سطح الأرض ما ارتفاع القطة عن سطح الأرض مقربة للناتج إلى أقرب منزلة عشرية الفرق هنا بين المسائل السابقة وهذه التمرين أنه أنا بلاحظ أنه عندي اللي هو ارتفاع مريم اللي هو مستوى نظرها 5 فيت بشوف أنا شلون استفيد من هذه المعلومة في الحل نبتدي مع بعض بقول أنا برسم هنا الشكل ذي اللي هو المثلث القائم بحط المعلومات اللي عليه اللي هو البعد عشرة والزاوية أربعين وعندي بقول المقابل عشان أشوف ارتفاع الشجرة العلوي بحط المقابل والمجاور وبقول المقابل هو الجزء المجهول فبقول تان أربعين اللي هي الزاوية تساوي المقابل على المجاور بعوض تعويض مباشر بحل بضرب عشرة في تان أربعين عشان أطلع قيمة الأكس فبقول أكس تساوي عشرة في تان أربعين يطلع عندي تقريباً الناتج ثمانية بوينت أربعة قال لي ما ارتفاع القطة فعشان أوجد ارتفاع القطة ما انسى اللي هو ارتفاع مريم مستوى نظر مريم عن الأرض فباجمع الارتفاع اللي أنا طلعته مع الخمسة فبايهني بقول ارتفاع القطة عن سطح الأرض يساوي هذه الارتفاع كامل للشجرة بقول طول مريم زائد ارتفاع القطة عن مستوى نظرها بقول يساوي خمسة زائد ثمانية بوينت أربعة فيطلع ثلاثة عش بوينت أربعة فيت وبذي الشكل انتهيت من هذي المثال وشفت الفكرة اللي فيه ننتقل إلى جزء آخر انت ذكر مع بعض اذا كان هناك مستقيمان متوازيان بذي الشكل وبعدين قطعهم مستقيم آخر بهذي الشكل بينتج عندي زاويتين الزاوية الأولى ذي اللي هي ثيتوان والزاوية الثانية ذي هي ثيتو فبسمي هذين الزاويتين زاويتين متبادلتين ما هي العلاقة بين ذلين الزاويتين اللي هو التساوي التساوي طبعا هذي خذناه في مرحلة سابقة فبشوف عندي لو عندي هذي الشكل اللي عندي هني هذي وعندي هذي الزاوية ثلاثين فما قياس الزاوية ايه؟ بعرف ان قياسها بعد ثلاثين درجة من خلال اللي خذناه من قبل خلنا الحين تطبيقات على زاوية الانخفاض ناخد ذي المثال بنقول من قمة منزل ارتفاعه عشرة وناص متر رصد رجل سيارة على الارض بزاوية انخفاض ثلاثة وثلاثين درجة فأوجد بعد السيارة عن قمة المنزل الى اقرب منزلتين عشريتين فلازم انا استفيد من المعلومة اللي قبل شوي خدت اللي هي الزاويتين المتبادلتين في حال زاوية الانخفاض خلنشوف مع بعض اول شي قمة منزل ارتفاعه عشرة وناص هذه قمة المنزل وهذه ارتفاعه رصد رجل سيارة على الارض بزاوية انخفاض ثلاثة وثلاثين درجة واحنا قلنا ان زاوية الانخفاض من مستوى النظر تكون تحتها تحت مستوى النظر فهذه هي زاوية الانخفاض ثلاثة وثلاثين درجة وبالاستفادة من المعلومة اللي قبل شوي فبتصير زاوية الانخفاض بعد هي تحت هني بذي الشكل الحين يقول لي اوجد بعد السيارة عن قمة المنزل فانا بشوف بعد السيارة عن قمة المنزل اللي هو الجزء اللي هني بحط المعلومات اللي عندي بيقول هذه الزاوية الجزء المقابل لها اللي هي عشر ونص الجزء المجهول اللي هني وهو بسميه الوتر مدون عندي مقابل الوتر لهذه الزاوية ثلاثة وثلاثين درجة اذا انا بستخدم النسبة المثلثية المناسبة عندي اللي هي الساين فبقول ساين سي هي المقابل على الوتر اعوض عن المقابل بعشر ونص والوتر حطيته هو اي سي خلاص الحين انا ابي اوجد الوتر اللي هو اي سي اللي هو البعد السيارة عن قمة المنزل فبحل الطرفين في وسطين بقول اي سي في ساين ثلاثة وثلاثين تساوي عشرة ونص لان اضربت عشرة ونص في مقام ساين ثلاثة وثلاثين وهو المقام هنا واحد اذا مو موجود فيطلع عندي عشرة ونص الحين باي اقسم الطرفين على ساين ثلاثة وثلاثين فبيطلع عندي عشرة ونص على ساين ثلاثة وثلاثين يساوي الناتج تسعة عش بوينت ثمانية وعشرين وانا قربت الى اقرب منزلتين عشريتين اذا بعد السيارة عن قمة المنزل وهو تسعة عش بوينت ثمانية وعشرين متر وبذي الشكل انتهيت من ايجاد اللي هو البعد بس باستخدام زاويات الانخفاض ننتقل الى تمرين اخر نشوف هذه التمرين اعطيكم دقيقة وعرض لكم الاجابة ترجمة نانسي قنقر نرجع الى التمرين تقف سارة على قمة صخرة على شاطئ البحر وتنظر الى فقمة في مياه البحر اذا كان ارتفاع الصخرة فوق البحر اربعين فيت وزاوية الانخفاض اثنين وخمسين درجة فأوجد المسافة الافقية بين حيوان الفقمة وقاعدة الصخرة الى اقرب قدم نعرض الاجابة بنشوف الرسم بيكون بذي الشكل والان احطيت الشعاع الفوق لان هاي زاويات انخفاض وحطيت كل المعلومات اللي عندي فبلاحظ بالنسبة للزاوية عندي الضلع المقابل والمجور لذلك انا استخدميت التن هو التعويض مباشر وسويت العمليات الحسابية ماليني فطلعت الاجابة واحد وثلاثين فيت خلصت من هذه التمرين ننتقل الى مثال اخر تطير الطائرة على ارتفاع خمسمية واثمون عشر فيت وقرر قادة الطائرة ان يهبط اضطراريا بسبب عاصفة جوية اذا كانت المسافة الافقية التي يمكنه ان يهبط فيها الفين فيت فما قياس زاوية الانخفاض التي يجب ان يهبطها مقربا لاقرب درجة دعونا اعطيكم وقت كافي عشان تحلون ذي المثال ونشوف مع بعض ترجمة نانسي قنقر نرجع الى المثال ونشوف الاجابة اللي عندنا طبعا حطينا الارتفاع بعدين حطينا المسافة الافقية وعقاب قلنا لان زاوية الانخفاض سواء الراسمة بذي الشكل حطينا مستوى النظر حطينا زاوية الانخفاض اللي هي الزاوية المجهولة ومدام زاوية هي المجهولة فانا عارف ان انا بستخدم معكوس النسب المثالفية نشوف مع بعض عندي مقابل وعندي مجاور اذا انا بستخدم التان بعوض تعويض مباشر عن المقابل والمجاور وبعدين بسوي اللي هو المعكوس للتان بالآل الحاسب اللي هو شفت التان حق 528 على 2000 بيطلع الناتج عندي تقريبا 15 درجة لانه وقال لي قرب لأقرب درجة يعني بدون وفي النهاية خلصت من هذه التمرين وننتقل الى جزء آخر اشتركوا في القناة نرجع الى التمرين اللي عندنا ونشوف الاجابة بيكون الرسم عندي بذي الشكل لان في ذي السؤال عندي زاوية انخفاض عندي الارتفاع 400 وعندي المسافة الأفقية بين النسر والأرنب 210 والزاوية هي المجهولة لذلك انا بستخدم معكوس التان وليش تان لانه عندي مقابل ومجاور للزاوية فتطلع الاجابة 62.3 درجة ذي الشكل انتهيت من ذي التمرين وفي النهاية اشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفاوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة